ما حكم الجواز في السر على مراتي هل يجوز ام لا ده بيحطنا في مشكلة ده يعني ولا اي لا هو بيسأل يعني طيب لا ما معنى الجواز في السر جواز شرعي لكن فقط لم يعلم الزوجة ايو ولا جواز كله على بعضه منويله لاخره مفتقل للشروط اذا زواج مكتمل للاركان من الشهود والولي والتفاصيل الكاملة والصيغة كل الشروط مكتملة فقط ما اعلمش الزوجة اعلام الزوجة ليس شرطة لصحة الزوج الا لو اشترطت الزوجة في عقدها الاول الا يتزوج عليها وقبل بذلك فان فعل ذلك لها حق ان تطلب الطلاقة وان تستمر طيب هو اصلا جائز للمرأة ان تشترط على زوجها الا تزوج باخره ده شرط اجازو الحنابلة خلاص اجيز والمسلمون عنده شرطين من شرط ان احلى حرامنا وحرام حرامنا انه ما تجوز عليها ماشي خلان اشترطت فيه زي اللي تشترط على زوجها اللي ينتقل بها الى بلد غير البلد اللي يتيا فيه شرط كل ده شرط اجيزت زي اللي اشرت بالعصمة في ايدها جائز لكن الشيخ الشعراوي لكن السؤال الامي بعد كده بعد كده في المرجلة ايه مش في العصمة ولا يقع لا في المرجلة يعني ده رأي الشيخ الشعراوي يقول ابن المزاحية لكن فقها جائز طيب هل الزواج الثاني او الثالث او الرابع او اي زواج يشترط لصحته علم الزوجة الاولى ده القانون المصري بس انك انت اخبار الزوجة الاولى بها اللي هو القانون انه بيبلغوها اوتوماتيك حتى لو ما عرفتش او ما قلقاش هما بيبعثولها بيقوموا بالواجب الله يكريمهم يعني ايه يبلغ الزوجة الاولى لكن الزواج يكون صحيح يعني بيقول يجوز ولا لا هل يجوز الجواز ولا يؤسد ان ان اسر الاصل ان الانسان يخبر زوجته لكن اذا راعة نفسيتها راعة ظروفها راعة مشاكل معينة راعة العشرة راعة ان هي لا يسأليها بالاعلان راعة ان هو والله الاعلان حفاظا على هيبتها ومكانتها بين الناس هي مرفضية كمان تأدر ده وتراعي ده والامور كلها في انها تدور في اطار الحوار والتفاهم بين الزوجين ولا ستفطار هل يحق ولا ليحق له تتكلم على صحة الجواز الزواج من عدم صحات فالزواج صحيح اذا كان مكتمل الاركان الصحة تمام جزاكم الله خيرا